مرحبا بكم في محاضرة من محاضرات النحو العربي التي نتحدث فيها عن الحرف وعلاماته تعريف الحرف أولا ما هو الحرف؟ هو كل كلمة لا تدل على معنى في نفسها ضعيفة مسكينة الحرف هذه ضعيفة وإنما تدل على معنى عند اقترانها بغيرها مثلها أنا أشبيها كثيرا الحروف بالطفل الصغير الذي لا يعتمد على نفسه فالحرف في أصطلاح النحويين هو ما لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى عند اقترانه بغيره ومثال ذلك للتوضيح كما قال العرب قديما بالمثال يتضح المقال مثال ذلك حرف الجر من وإلى خارج سياق الجملة لا يدلني على معنى معين بذاته ولكن لو وضعت في جملة وقلت انطلقت الطائرة من العاصمة إلى جدة أو من الرياض إلى جدة في هذه الجملة يظهر لهذين الحرفين معنى لم يكن من قبل واضحا فمن في الجملة هنا بعد أن كانت خارج سياق الجملة لا تضح معناها من هنا تدل على ابتداء الغاية غاية ابتدت من العاصمة وكأنك تقول انطلقت الطائرة وكانت البداية من العاصمة وإلى تدل على انتهاء الغاية أي على مكان الوصول كانت غاية أن تصل إلى جدة فلو قلت ذهبت إلى وسكت لم يتضح المعنى لكن يكتمل المعنى إذا قلت إذا قلت ذهبت إلى مكة اتضحت غاية بأن توضح معنى أو وضح معنى إلى ما هي علامات الحرف؟ الحرف كما يقول لكم مسكين مسكين ليس له علامات خاصة تميزه ولكن ما يميزها الحروف ما يميزها جميع الحروف يعني أنها لا تقبل أي من علامات الأسماء الخمسة ولا علامات الأفعال الأربعة كما قلنا للأسماء خمس علامات وللأفعال أربع علامات أربع علامات لا تقبل من هذه الأربعة شيئا ولا من هذه الخمسة شيئا هذه هي علامات الحرف لكن الحرف له أقسام من ناحية أو من جهة ما يدخل عليه هناك حروف خاصة بالأسماء لا تدخل إلا على الأسماء فقط وهي حروف ومنها لا نحصيها جميعا لكن نذكر منها مثالا ومنها حروف الجر كقول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما تعدون وفي السماء في السماء هذا الحرف أو حروف الجر جميعا لا تقبلوا لا تدخلوا إلا على الأسماء فهي حروف خاصة بالأسماء طيب الديني كيف كيف أعرف أنها خاصة بالأسماء ولا تدخلوا على الأفعال أقول لك في السماء الجملة صحيحة واضحة ولكن لو قلت في يفهم الجملة غير صحيحة لا تقبلها لغة لا تقبلها عقلا طبيعتك واللغوية لا تقبلها واللغة لا تقبلها أيضا هناك حروف خاصة القسم الثاني من أقسام الحروف حروف خاصة بالأفعال أي لا تدخلوا إلا على الأفعال وهي حروف الجزمي أو منها حروف الجزمي كقول الله تعالى لم يلد ولم يولد حروف الجزم لا تدخل إلا على الأفعال فهي خاصة بالأفعال لو جربنا أن ندخل حرفا من حروف الجزم مثل لم مثل لم على اسم فأقول لم محمد هل هذا صحيح لا غير صحيح لا تقبله اللغة لا تقبله طبيعتك اللغوية لم أحمد لم الجامعة لم الكرسي لا يصح لا يصح لأن لم هذه خاصة بماذا؟ خاصة بالأفعال ولكن هناك قسم ثالث هذا هو القسم الأول الحروف الخاصة بالأسماء والقسم الثاني حروف خاصة بالأفعال والقسم الثالث حروف مشتركة يعني تدخل مرة على الأفعال وتدخل مرة على الأسماء مثل حرف الاستفاهم هل أو الهامزة هل مثلا تدخل على الاسم مرة وعلى الفعل مرة ما في مشاكل لا توجد مشكلة في ذلك لأنها مشتركة دخلت على الأسماء في قول الله تعالى فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون هل هنا دخلت على أنتم وأنتم ضمير اسم؟ ودخوله على الأفعال في قول الله تعالى هل أتاك حديث الغاشية؟ هل هنا دخلت على الفعل الماضي أتاك؟ فهل هنا من الحروف المشتركة التي تدخل مرة على الأفعال ومرة على الأسماء وبذلك نكون انتهينا من الحرف وعلاماته وإلى لقاء